موسيقى 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 اسمي بيترا حاوي انا بغنة ومعالجة بالموسيقى وموسيقى انا من لبنان وحاليا اني كون من لبنان شوشي صعب بس ايه بعث فينا نحكي هلا فهم انا اسمي هاني منجا موسيقي وعازف عود هو مؤلف موسيقى ومنتج موسيقى الكترونية اصلي من سوريا وعايش في براك تشيكا رست هو مشروع موسيقى مؤلف مني شخصيا من بيترا اللي بتغني وانا بنتج الموسيقى الكترونية بيجمعنا انا وبيترا شغف بالموسيقى العربية التقليدية بيترا سنين طويلة درست الموسيقى العربية والعزف عالعود واصلا هي جاي من عائلة فنية وانا خلال اقامتي ببيروت يعني بحثت بالموسيقى العربية وتعلمت العزف عالة العود واصول المقامات الشرقية والاقاعات وكانت هاي نقطة وين التقينا انا وبيترا لانه كان استاذي العود هو استاذها بالغنى الشرقي وفكرة المشروع كانت هي خلق هي الاستلهام من الارث الثقافي العربي وتقديم تجربة جديدة عصرية اكثر ولكن قائمة على التقليد العربي فاخترنا القالب الكتروني اللي بيعطي مساحة اكثر لتنفيذ الافكار لانه رست هو منه مزيج بين حضارات هو نحن نحب نقدمه كمشروع عربي بحت استخدام الاصوات الالكترونية ما بيعني انه هو يستوحي اي شي من الحضار الغربي موسيقيتنا عربية صافي وشغلنا دايما يبدأ على آلة العود والغناء حتى بدون التدخل الاصوات الالكترونية قبل ما ننقلها سواء كنا عم سواء كنا عم نعيد احياء اغاني قديمة تأثرنا فيها لفنانين كبار مثل عبدالوهاب ومكوتوم وغيرهم او كنا عم نلحن اغاني اصيلة لنا بالتعاون مع شعراء معاصرين بيكتبوا لنا شعر لنحنا نلحنه ونقدمه بتحكي عن قضايا بتحكي عن هم الجيل العربي سواء في البلدان العربية او في المهجر موسيقى موسيقى هي سائبة انه انا صوتي الوحيد هو العنصر الانساني السماعي بالمشروع هاني بيكون عامل الفرشة الالكترونية الموسيقية ومنلحن مع بعض بس يخلص اللحن بيولفهم وبرح انا بسجل صوتي بالستوديو وبيندمجوا ببعضهم حتى على اللايف انا بكون في عندي افاكت بادل بتخليلي صوتي يصير شوي الكتروني اكتر لحتى يكون ممزوج مش نبين انه المغنية والموسيقى لا نكون من صوت واحد عم نطلع يعني ما بعرف بس هيك يعني نحنا نكمل بعضنا بكيف منفكر اصلا عن الموسيقى وكيف نحنا بأي تاريخ نحنا مؤثرين وشو الاشياء اللي نحنا منحب نقولها ونعبر عنا والاشياء اللي بدق فينا هي كتير متشابهة نحنا بس بدنا نقل الاغاني طبعنا لحتى نعملها اذا كانت اعادة احياء هود الاغاني عالاغلب بتكون من من موروسنا نحنا اللي نحنا ربين عليه فانو نحنا كنا نسمع ام كولتوم كنا نسمع عبدالوهاب اسمهان فأكيد منحب انو اللي نحنا ربين عليه نشوف كيف هلأ بدي يطلع معنا ونقدمونا نجيل جديد اذا عم نسأل على حقبة مثلا بالنصف الاول من قرن العشرين اكثر يعني قابل مؤتمر القاهرة موسيقى على الاغلب منحب يعني نعمل هيدا التالينج لحالنا لحتى نخلى الاغنية متل ما هي بروحها يعني بكلماتها بقاعة بمنقامها ما منغير باللحن ما منغير بالكلام ما منغير بشي غير بالتوزيع والاصوات والأنسجة الجديدة كيف انا رح كون عم غني اكيد لأنه ما رح عارف غني متل متل الكبار اللي كانوا هنه يقدموا هودا الاغاني بس وبس بدنا نفكر نحنا اصلا شو هي الموضوع تبع الغنية اللي نحنا هلأ لازم تكون غنية خاصة لقلنا ما فينا نغني عن شي ما منحس فيه ففيه يكون موضوع الاغنية شي كتير حياتي اجتماعي يومي فيه يكون نفسي فيه يكون نفس اجتماعي فيه يكون شي خاصه بالوضع العام اللي نحنا ما فينا نكون عايشين بالخاصة ومش شايفين شو عم بيصير فهو فعليا تعبير عن الزيت وخاصة مع محمد بحاري ومع نادا الشبراوي يعني كانوا كتير قادرين يوصلوا هلأ نحنا شو عم نحس لأنه نحنا بالأول بلشنا بأنه نحنا نجيب قصايد قديمة كتير ونلحنا بعدين حسينا أنه نحنا محدودين بفكرة أنه ما فينا نقل الموضوع اللي بدنا نحكي عنه فهلأ بنقعد كتير نحنا وندا خاصة أنه عن شو هلأ عبالنا نحكي فهي بتقلنا أنه خبروني فمنصير نحكي وكأنه نعمل انتربيوز مع بعضنا ونضلنا هيك لا يطلع الموضوع فمنبسط لأنه منكون حسين أنه عم نعبر فعليا عن اللحظة اللي نحنا هلأ فيها واللي ممكن كذا حدا بس يسمعي يحس فيها ويتعنيله من وجهة نظره فهذا أهم شي لقلنا أنه تكون معبرة يعني تكون معبرة يعني عن نحنا فعليا شو عايشين نحنا بالأول المواضيع تابعنا كانوا أكتر مثل ما قالت أنه اجتماعية ونفسية ممكن يكونوا عن الحب ممكن ما يكونوا بس عن الحب ممكن يكونوا عن الإنسومنيا ممكن يكونوا عن المتاهة اللي نحنا واقفين يعني عم نركض مطرحنا وكل ما نطلع بيطلع لنا سد فإنه هذا الشيء كلنا بحس مارئين فيه في حياتنا منحب إنه بطرحنا للمواضيع ما يكون شي كتير مباشر مش إنه بالكلمة إنه نحنا هلأ عم نحكي عن الوضع العاطل لا منفضل نفوت على خبايا الموضوع ومنحب إنه بس حدا يسمع ياخد وقته حتى هو تريفلكت عن كيف هو حاسس هذا الموضوع وإنه كيف ممكن يفسروا في عنا غنية كتبتنا ده اسمه كوكب أكس هي بتحكي عن كوكب أكس اللي هو كوكب متخيل هو كتير كوربت لدرجة إنه بطل فيه أمل إنه نحنا نقدر نغيره قد ما هو كتير منزوع وقد ما فيه مصايب الدنيا وقد ما فيه ناس عم بتموت وما حدا عم يسمع فيه ناس عم بتعم عم تتشرد وما حدا عم بيشوف وما حدا فارقة معه فبهاي الغنية نحنا منقول الجملة إنه العالم كله مالوش داعي والكوكب كله عايز حرق فبس عايز حرق مش مش لحتى نكون نحنا عم ننهي الكوكب يعني نحنا بس عبارنا إنه نحرق كلها الأنظمة الفاشلة اللي نحنا عايشين فيها ونبلش من أول وجديد بركة نقدر نوصل على شي هيك ما بعرف كيف يعني بيضل فيه أمل بس بس حسين إنه إنه فيه شي عاطل فما قدرنا ما نحكي عنه يعني والله يعني طبعا الوضع بوطننا العربي للأسف صعب عاللي عايشين بالوطنة ببلادنا وعاللي عايشين برأكيد اللي عايشين تحت وضعهم أصعب ولكن يعني كمان عن لما نكون نشوف الموضوع من برأ فبيكون إلو ثقل لأنه كمان الواحد عنده مشاكله الحياتية اللي برأ اللي هي مختلفة فبصير عايش حياة مزدوجة فيه كأنه الهم بصير همين ولو كان بصير فيه هيك فصل بين الوجود يعني يعني كأني أنا موجود بهذا المكان بس مخي وتفكيري موجود بمكان آخر وحالة الحزن الدائمة والخوف والتواصل مع الأصدقاء ومع العائلة لا يطمن علينا نكون بأمان يعني شيء صعب كمان منحاول بقدر الإمكان أكيد هو جزء كمان من هويتنا الفنية أكيد هذا الشيء بحالة إرادية أو لا إرادية عم يطلع بالفن اللي عم نقدمه وما شاء الله يعني الأحداث عم بتكون كثيرة وسريعة فما عم ندحق نترجم بس أنه يعني بحس أنه بكل فترة عم بتكون يعني آخر آخر أغنية نزلناها اسماد ياسبورا بتحكي أصلا عم هجرة بتحكي عن كيف نحن بس نسافر ونأخذ معنا حكاياتنا وذكرياتنا وقصصنا اللي بتضل عايشة معنا وما فيها يعني أد ما بعدنا رح تضل موجودة ورح تضل تأثر فيها ورح تضل في حنين للذكريات الطفولة والحزن أنه مش قادرانين نكون فعالين وموجودين ببلادنا والخيار دايما صعب بين أن الواحد يكون موجود بوطن أو حاسس غريب بوطن يعني كأنه نحن شعوب حكمة علينا الغربة سواء في الداخل أو في الخارج ترجمة نانسي قنقر